يا جماعة احنا في الحقيقة لما قررنا نتكلم في الملف ده قررنا نتكلم في الملف ده عشان احنا عايزين نتكلم في مسألة الطلاق كلام جاد وازاي نواجه التفشي والارتفاع في نسب الطلاق نتكلم كلام جاد وعشان كده لما نيجي ننظر لمسألة انخفاض التوافق الزواجي والتوافق الجنسي احنا بنتكلم وحنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن هو اللي قالونا لازم نتعامل مع هذه المسألة بهذا الشكل احنا بنتكلم على حاجة مش من الطرف احنا نتكلم على حاجة هي احد عناصر السعادة الزوجية ففهم ان دي ليست اهم عنصر من عناصر السعادة الزوجية عند طرف من الطرفين ده نوع من انواع حالة من حالات تدفيه حاجة الشرع الشريف يهتم بيها لما يتكلم الشرع على ان كل واحد فينا ثوب ولباس للاخر يبقى معنا كده ان الشرع بيقول لنا ايه الشرع بيقول لنا ان الحقيقة احنا لازم نهتم بده لما الشرع الشريف يقول لنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى الشرع الشريف بيقول لنا احنا بنتكلم مع حاجة مهمة جدا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل الصحابي ويقول له كيف وجدت زوجتك هو من بيسألوش عن العلاقة الخاصة لكن بيسأله على الاثر النفسي وهي السعادة المترتبة على هذه العلاقة فيحدث في انفسنا شيء مهم جدا جدا لازم نعرفه امه لا ايه الحكاية المشكلة بتبتدي منين المشكلة بتبتدي من الكلام السلبي اللي بيقولوا الاهل الاولاد ويربوه عليه وخاصة ان البنات زي مثلا ان المسألة دي عيب واللي بيعمل كده يبقى ليه الأدب وان ده شيء مهين ومؤلم وسيء جدا ومكروه في حد لغاية دلوقتي بيقول كده اه في ناس لغاية دلوقتي بيقولوا كده ومتصورين ان هما بيعلموا بناتهم العفو محدش طلب منكم ان انتوا تكلموا بناتكم في وقت مبكر وانتوا بتربوهم على الامر ده ممكن الكلام عن الموضوع ده يروحوا يتعلموا من المتخصصين لكن لما تيجي تكلم بنت بهذه الطريقة فتخليها طول الوقت مرعوبة من القضية دي او شغوفة ان هي تعرف ايه اللي وراء القضية دي ففي كلا الحالتين انت عملت لها تشوه في المعارف الخاصة بهذه القضية وبالتالي بتكون الافكار اللي بتفضل موجودة في عقول البنات لغاية ما توصل للزواج هي افكار دايما بتمثل حاجز نفسي بينها وبين العلاقة الخاصة وبتعمل لها اضطراب وقد توصلها في بعض الاحيين الى الكراهية العلاقة ايضا وبتكون فهمة ان دي حاجة خاصة بالرجل ملاهاش ده وهي بيها وهي بتقدمها للزوج زي ما بتحضره الاكل والغدا والفطر والعش وبالتالي ممكن تستخدمها بدلية زي الاكل والشرب والحاجات دي تستخدمها كعقوبة لو الزوج ضيقها والرجالة كمان بيتربوا في العلاقة الجنسية بيتربوا على ان الزوجات ملاهاش اي حقوق في العلاقة دي احنا نكلم على العلاقة دي ايه اللي بيفسد العلاقة دي بيتربوا الرجالة على ان الست ملاهاش حق في العلاقة دي ويحسوا بالسعادة أن هم فقط يكونوا مركز العلاقة دي وأن لو أي ست لها طلبات أو أن هي حاولت تتكلم في ده زي ما الرجال لها رغبة يبقى الست دي مش مؤدبة يبقى الست دي مش متربية فيحصل حالة من حالات أن هو يشك في زوجته إذا كانت هي بتتكلم عن ده فتصبح العلاقة في الحقيقة هي لإرضاء الأزواج بس وتتحول الست في العلاقة دي إلى أداة مع أن العلاقة الزوجية دي لازم نفتكر أن العلاقة الزوجية دي الله سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ويبقى كده كمان ده مش للعمل بمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ده مش معروف لازم يبقى فيه عدالة في هذه العلاقة ولازم نتعلم أن العدالة في العلاقة دي هو اللي يوصلنا إلى حد ممكن العلاقة دي تحافظ على الجواز وكمان الشرعة أمرنا أن احنا نقدم لأنفسنا يعني إيه نقدم لأنفسنا؟ يعني كل واحد فينا يراعي نمط الآخر فيما يتعلق بهذا والله سبحانه وتعالى قال وقدموا لأنفسكم وده معناه أن المرأة مش أداة ولا وسيلة لإسعاد الرجل لازم نتهقن أن خفاض التوافق الزواجي في الجنس بالذات بيكون أوقات كتير سبب للمشكلات أوقات بيكون أثره سيء جداً